اكدت سعادة الدكتورة جليل السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعا وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة يمثل دافعا للمواصلة بنفس الوتيرة والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين جاء ذلك لدى تسليم الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية ويسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لمنتسب مراكز الرعاية الصحية الأولية انفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكافة الجهات المساندة مشيدة بجهود جميع موظفي مراكز الرعاية الصحية الأولية وحرصهم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع عبر عطائهم المستمر في التصدي لجائحة فيروس كورونا وما تم بذله من جهود جبارة وتضحيات كبيرة من جانبهم أعرب منتسب الرعاية الصحية الأولية والذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن فخرهم واعتزازهم بأن يكونوا ضمن المكرمين لافتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعا لبدل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها